اخت السائلة تقول هل يجوص صيام أيام ذي الحجة وبدايتها وذلك قضاء إن كانت تقصد قضاء عن صيام واجب بذمتها كصيام رمضان أو صيام نعم كصيام رمضان فإنه لا يدخل فيه صيام عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة مشروع مستقل والقضاء مشروع مستقل فعليها أن تأتي بالأمر أن تقضي ما عليها من الواجب الصيام ويستحب لها أن تصوم عشر ذي الحجة أنها بحاجة إلى العمل الصالح